اشتركوا في القناة باسيل بعد التجربة الاوروبية بملفات الفساد اطالب بتحقيق دولي بانفجار المرفأ مدير المرفأ للأو تي في عائدون بقوة والارقام خير دليل الاسعار الجديدة للاتصالات والانترنت هدية ميقاطية جديدة للبنانيين اهلا بكم الى هذه النشرة التي تبث ايضا عبر اذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر اخبارنا عبر موقع اوتيفي دوت كوم دوت البي وقناة اوتيفي على يوتيوب وحساباتنا على تويتر فيسبوك انستغرام وتيك توك في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت تسابق اركان المنظومة على التصريحات والتغريدات فيما العدالة ضائعة لان جهات معروفة لا تريدها وتفضل طمس الحقيقة وادخال الجريمة في غياهب النسيان وكأن الزلزال لم يقع والشهداء والضحايا لم يسقطوا والدمار لم يحصل على الاطلاق والمشاهد المرعبة التي يتناقلها الناس الى اليوم عن قنبلة هيروشيما البيروتية من نسي الخيال انها سياسة الافلات من العقاب اياها التي تحاول المنظومة تعميمها من دون ان تستثني منها بطبيعة الحال ودائع الناس التي تواصل وصفها بالمقدسة الى جانب كل ملفات الفساد التي تغرق الدولة اللبنانية منذ سنوات فيما المرتكبون على اشكالهم وانواعهم وانتماءاتهم يتربعون على الكراس منذ عقود ويبشرون بكل وقاحة كل يوم بالاصلاح فليوم واحد فقط وفي اطار المزايدات السياسية والتجارة الشعبوية ليس الا كرس هؤلاء وقتهم لقضية العدالة في انفجار مرفأ بيروت اما غدا فيوم اخر بالنسبة اليهم يعودون فيه الى المناكفات المعتادة واللا مسئولية التقليدية التي ادت على مدى ثلاثين عاما الى انهيار اقتصادي ومالي شامل والى انفراط عقد الدولة بمؤسساتها كاملة والى تشريد الشعب في اسقاع الارض والى ضرب المتبقين بالسياسات العشوائية واخر مظاهرها ازيادات العشوائية على اسعار الاتصالات والانترنت اما اخطر ما في الامر فسياسة تعميم الاتهام والمساواة بين الضحية والجلاد فالمجرم عند هؤلاء تماما كالبريء والمقصر والمهمل كمن قام بواجبه كاملا والمتهرب من المثول امام القضاء تماما كمن احترم السلطة الثالثة او طالب بالخضوع لها في الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ الرحمة والصلاة للشهداء والضحايا والمحبة للأهل والأحباء والعزاء لشعب ضاق ذرعا بالحزن ويعبر كل يوم اكثر من يوم عن توقه الى الفرح البداية اذا من الذكرى الثالثة لانفجار الرابع من اب وتحرك اهالي الضحايا ومن مرفأ بيروت يوفينا الزميل جورج عبود لوضعنا في تفاصيل هذا التحرك وما تضمنته الكلمات جورج مساء الخير طبعا تفاصيل التحرك الذي كان بدأ من فوج اطفاء بيروت وصولا الى مرفأ بيروت لديك تفضل ما صنور ننسي لك ومشاهدين على الو تي في يعني شعار واحد موحد بدنا الحقيقة لان العدالة حق بغض النظر عن التوجهات السياسية وكانت لافتة يعني كلمة اهالي ضحايا مرفأ بيروت كيف عم بيطالبوا ممنوع اه رفع اي شعار سياسي اه شكروا كل يلي تواجدوا معهم خلال هيدا نهار ولو كنه الاعداد كانت مش قدر المستطاع يعني الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت انطلق من فوج اطفاء بيروت يلي عدم عشر شهداء بهيدا الانفجار اثناء محاولة ردع النيران واطفاء النيران يلي اندلعت بعمبر رقم 12 التجمع كان داخل فوج اطفاء بيروت المسيرة انطلقت من هون تقدمه الية للدفاع المدني الالية يلي كانت اصيبت باضرار واستشهد ايضا علامتنا عناصر فوج اطفاء بيروت نفس نوع الالية كانت تقدمت مع صفارات الانزار ايضا سيارة اسعاف ايضا من الفوج بالاضافة الى الزفة يلي مشيت وتقدمت اهالي الشهداء يلي رفعوا صور ابنائهم وولادهم واقربهم ايضا خلال هيدا المسيرة كان في كلمة للاهالي من امام اهراءات بيروت هيدا الاهراءات يلي بعضها صامدة ويلي شاهدها على هيدا الجريمة بيبقى الاخطر اليوم انه ملف التحقيق للأسف به هيدا الجريمة لا يزال طي النسيان وعن بيواجه عرائي العدة مرتبطة اساسا بأزمة البلد وايضا بعشرات دعوة الرد يلي وصلت واعاقت عمل العدل طارق بيطار يلي تقدم بغالبيته مسؤولين مدة عليهم وكان اخيرا بيه السادس من شباط حيث اعلن القاضي بيطار ارجاء كافة جلسات استجواب المدة عليهم ويلي كان حدد اثر اعلانه استقناف التحقيق كون النياب العام التمييزية بوقته قررت عدم الاعتراف بمذكراته وباستقناف التحقيقات ومنذ ذلك الحين للأسف التحقيق دخل بمتاهة النسيان وايضا انقطع المحق العدلة عن اروقة قصر العدل وكنا شفنا الاهالي اشاروا الى انه ما في تواصل معه بعد مش عارفين وين بدا توصل هيدا القضية من امام اهرائيات بيروت منستمع للتحرك خليني شير لانه التحرك انتقسم الى قسمان يعني عدد من الاهالي انتقلوا من فوج باطفاء بيروت وعملوا وقفتهم وكلمتهم امام اهرائيات بيروت ووفدتان من الاهالي من امام مدخل مرفق بيروت منستمع الى ما ورد به كلمة وليام نون شقيق الشهيد الجنو كل حزب عنده ناس بالدولة وكل حزب عنده ناس بالمرفق وكل حزب عنده حدا بيخصوا بالمرفق بتكون كلكم تترفعوا على اشخاص الموظفينهم بالمرفق وكل واحد بتورد بتكون تسلموا بمجبورين تسلموا مش تطلعوا تخبرونا في طرق التلفيزيولات معه ومعه كذبين بقول معه وبيهرم الناس من التحقيق كلكن تحت الانون كلكن تحت الانون حتى نرهيب تحت الانون يوماً ما عادي خبرية الانون منمشي بياها قد نبتكن بالعدلية ومع الاتحايد الورب ومع الخارجيين الامريكيين مع اللي بتكون ياه بس نحن نواجعين انهم بنص عينهم نحن كلنا ما فينا ونمل PHL انتو التلتونه انتو بتكون تتحسبوا ولا الرئيب يا عالم من اليوم كنتم بتكون تتحاسدو الارهابي واليساعدوه الارهابي والي عاملوه الارهابي والعسل اللي عادو حد النتناتو بتركو فوج واتفاق يفودو يفودو ويطرشو لدو لشعتو شعب المادل بارسا الارهابي ايه بس اني الارهابية وايه بيلعثر منو الارهابي ايه ارهابي معروف بس لقاعد جوم حد النتناتو ام يعمل شو ام يعمل خلينا نسمي مخابرات الجيش مع محبتنا والجيش عراسنا كعسكر وحبزات قلبنا بس مخابرات الجيش الى مركز حد نترات الامونيوم بيبعد ميتان متر الجيش كيوالامن ما عنده شي بالمرفق بفاكرو عنا عنده رأيه كيوالامن بارات المرفق امن دولي باعتاد عملو شغل الملف في النيترات جيش مخابرات شرطة بيروت كل الاجهزة اللي كانوا عارفين اللي في نترات امونيوم بقعد بالمرفق وتركوا كل العالم وقفين على البلاكين شفنا الفيديوهات شي بقطش القلب خلان طالوا يقفين نحنا كلنا سوا متبسكين بقعد انا متل ما اليوم كان الكل مفكر ولا حدا رح يوقف انا بلك يا علي حسن خليل يا يوسف فينيانوس يا غازز عيتر يا كل المطلوبين يالي بيعوموا الايام فكرة عادوا الابر من القضاء طالوا الايام اليوم كيفوا فعن بتصبتوا الواحد واحدة بتلتهم بدتهم تتحاسبوا يعني بدتهم تتحاسبوا تالت سنة ونحن على دوسة بدتهم تتحاسبوا والبريء بروح التحقيق الشابين بس بخيف انا نظنني الشابين بس بيغم التحقيق نحن عطيناكم سئتنا ووكلناكم لتلافوا عن قضيتنا نحن مجرد خدنا مرقصنا من القاضي بطار انتوا قطعتونا وبدأتوا تتواصلوا معنا وما تدعونا لاجتماعاتهم كأنه نحن مش اوليات دان ولا عنا شهدات يا مكة بالادعاء هيدا شي مخزي ومعيب معيب بحقكم نحن لاسل همنا من حد عبدتنا نعملكم عزل أصل ما عنا سأفيكم لمعلوماتكم ما عنا سأفيكم بس نحن بعدنا تاركينكم لأنه من البداية وكلناكم أما تتعاملوا معنا بهالطريقة من هلأ ورايح فشرتوا وفشر كل إنسان بده يهمشنا من هلأ ورايح نحن اليوم كان أول مسير منعمله من سنتين تقريبا صارنا سنتين سنة ونص سنة وثمانت شهر حاملين وجعنا وقاعدين ببيوتنا لحتى ما نخلق شرخ ما نخلق مشكلة بالشارع بس اليوم بكون تعتبروها انطلاقة لحتى نكون كل يوم موجودين بس بدي أمر على شغلة أساسية نحن أنون مساواة الجرحة بجرحانا بجرحة الجيش صار بالمجلس النيابي فيه ثلاث أربع كتل وعدتنا بإقراره مع أربع خمس نواب هذا الأنون حنوزع للكونية لا يكون بين إيديكم كمان نحن وزعناه قبل حنوزع للكونية وبالنسبة للتحقيقات تحقيقات يصابت بين إيدينا نحن عندنا معطيات وعندنا معلومات حنحض جزء مننا بين إيديكم جوج يعني استمعنا ليس فقط إلى التصريح واليمنون إنما أيضا إلى إبراهيم حطايت يعني كمان هو والد أحد الضحايا بانفجار مرفق بيروت للأسف بالذكرة الثالثة عم نشوف الأهالة بقصمين مقصومين بطرفين طرف يعتبر طارق البطار متآمرا على القضية وطرف آخر يؤكد ثقته بالمحقق العديق القاضي طارق البطار بالفعل يعني مثل ما ذكرت نانسي الأولى يلي انطلقت المسيرة من أمام فوج إطفاء بيروت باتجاه تمثيل المختربين وبالتالي كانت وقفتهم على البوديوم باتجاه هرائد بيروت وأيضا الوقفة التانية يلي صارت على بوابة مرفق بيروت مع وضع كليل من الظهور وسمعنا كنا التحدث باسم عوائل شهداء مرفق بيروت إبراهيم حطايت يلي أشار إلى أنه لا خيار لنا سوى بالقضاء اللبناني أما القاضي بيطار فبالنسبة لألنا أصبح متأمرا على القضية يعني حطايت اليوم بعده مع القضاء اللبناني وعدم التدويل هذه القضية لأن لا سئة بالنسبة لألن بموضوع التدويل ويلي شهدناه بموضوع اختيار رفيق الحريري بالنسبة لألن أيضا بنفس الوقت ولو أنه هن بدون القضاء اللبناني إلا ما عندهم علامات استفهام ترسم حول أداء القاضي طارق البطار وبالتالي حتى القاضي بيطار هن رفضينه إنما بيبقى أنه هن بدون القضاء اللبناني فقط غير يصدر القرار الظنة يعني للأسف التحركات العصمة 3-2 مش من هلأ من حتى الذكرى السابقة كنا منشوف الأهالي عم ينقسموا إلى أثمان وكل واحد على طريقته كان عم يحيي هذه الذكرى مثل مشهدنا أيضا اليوم يعني بيبقى الأهم تعزينة لأهالي الضحايا شهداء الـ 235 شهيد أيضا على أمل بلسمة جراح السبع تلاف جريح لابد من الإشارة ننسي إلى أنه للأسف بعد فيه عدد من المفقودين يلي ما عسر على أثرهم لحد ديت هايدي الثانية وبنفس الوقت كل صلواتنا للعالم يلي بعضهم داخل المستشفيات بحالة من الغيبوبة وكنا ذكرنا بعد الأسامة مثل المصابة لارا الحاية وأيضا مثل المصابة شعيتو يلي لأول مرة طلعت برات لبنان لتكمل علاجها يلي من الصعب أنه تاخدوا داخل لبنان بيبقى تعزينة عبر شاشة الـ OTV للجميع وعلى عمل شفاء المصابين ننسي شكرا لألك جورج وطبعا على أمل نكون بال ما نعد بقى ذكرى أن ما يكون في توحيد لصفوف الأهالي يلي بتجمعون على مختلف انتمائتهم وتشعباتهم الحقيقة والعدالة مثل ما بتجمعون الحقيقة والعدالة مع كل الشعب اللبناني شكرا لألك الزميل جورج عبود على هذه التغطية طيلة هذا النهار رئيس الطيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كان طالب بتحقيق دولي في انفجار مرفق بيروت بعد التجربة في ملفات الفساد في دقيقة مع جبران اليوم بالذكرى التالتة لأفزع جريمة بدي أقول أنه انفجار المرفق طالنا كلنا والحقيقة مخطوفة مننا كلنا والقضاء عاجز أو متواطئ على حسابنا كلنا مش مقبول أنه بعد ثلاثة سنين يكون التحقيق هيك وما يكون فيه متهمين فعليين إلا بالتقصير الوظيفة ولا حدا بموضوع النيترات أو باحتمال وقوع عمل إغهابي إذا الظلم انشال عن يلي كانوا مخطوفين باسم العدالة ما بيكفي لازم كل مسؤول عنده حس أخلاقي يقدم إفاته للقضاء من دون حجج ولازم كل قاضي يعمل شغله من دون تسييس بس كمان ما بيكفي حقنا نعرف إذا هالجريمة هي بس تقصير ومجموعة صدف أو عمل إرادة تخريبة من قبل إسرائيل أو غيرها ومش مسموح هالجريمة تبقى من دون عقاب صحيح الزكرة إليمي ولكن الألم عم بيسكن بيوميات الناس ببلد متفلت من العقاب لا بيتعاقب فيه المجرم ولا بينصر فيه المظلوم شعب بكامل ونسرق وما في عقاب كيف إلى حد هلأ مرفق وعاصمة ينفجروا وما في تحقيق جدة لحد هلأ وما في مؤشر أن القضاء يتحرك كأنه الهدف كان يعملوا بس حملة سياسية تحت عنوان كان يعلم طيب اليوم كلكن بتعرفوا شو عم تعملوا غير أنه وصلتوا الناس لليأس من دون عقاب ومن دون قضاء لهيك وبنورا تجربة القضاء الأوروبي بالفساد المالي أنا جبران بيسيل أكتر المعارضين للتدخل الأجنبي والدولي بلبنان بطالب بتحقيق دولي بتفجير المرفق وتفرجينا الدول حبة وحرصة على لبنان والحقيقة فيه وبالنهاية تبقى صلواتنا لأرواح الضحايا ودعواتنا لأهلهم وللجرحة بالصبر والقوة وزير الدفاع الأسبق يعقوب الصراف كان أدل الخميس بشهادته أمام المحكمة الفرنسية بصفة شاهد بناء على طلبه الشخصي بعد رفض القضاء اللبناني الاستماع إليه لتقديم ما لديه من معلومات ووثائق في قضية انفجار المرفق الصراف أوضح في اتصال مع الو تي في تفاصيل شهادته التي استمرت ثماني ساعات وختمت بمحضر من اثنتين عشرة صفحة لم يستمع لي القاضي بيطار قابلني وأخذ مني ملف ولكن من الناحية القانونية لم يفتح محضر ولم يستمع لي كشاهد وهذا الأول ظلامية صارت بحق الشهداء والجرحة بينما القضاء الفرنسي استمع لي مع محضر مفتوح لمدة ثمان ساعات واللي استنتاج الأول اللي قدرت اخذه منه أنه نعم لديه نقص فاضح بالمستندات التابعة لهذا التحقيق ولديه بعض الشكاوى من حدم تجاوب القضاء اللبناني مع متطلباته وهذا بفيتني شك وريبي أنه بلبنان لا سوء حظنا قد يكون في أفريقاء سياسيين وقضاء ومسؤولين كبار ما بدهم يعطوا الحقيقة يعني تصوري من عين المحقق أنه يجتمع مع الموقفين يستمع لموقفين أول شيء بحالة تحقيق بالعالم أنه بطلب المساعدة أن المحقق الدولي يستمع للشهود طلب المحقق الفرنسي الاستماع إلى موقفين سابقين والقضاء اللبناني رفض هذا الأمر نعم نعم بأي حج رفضوا هذا حق سيادي مثل تدخل بالقضاء بس بيسمحوا لو أحد موقوف يخرج من لبنان بدون منع سفر لأنه نضغط عليهم من السفارة الأمريكيين بس ما بيسمحوا لقاضي دولة عم بتساعدنا بدل ما نعطي الصورة السليمة عن فعلا حاجتنا لأبراز الحقيقة القضاء الفرنسي بده يساعد فعلي تماعطي الأمل تماعطي الأمل كتير للأهل ما كتير مهتمين بشو صار بالبخرة قبل ما تجي على لبنان وها غريبة مهتمين أكتر بالتفجير وقت ذكرت الفريق القانوني من نقاط المحامين اللبنانيين اللي عم بيتفعوا عن ملف التفجير كمان حسات أنه هني مسيسين وأجال التأكيد وقت سؤلوا ليش ما تعونتوا مع يعقوب الصراف وإذ يصدر بان الكواليس خبر أنه قال أن يعقوب رايح فرنسا لا يدفع عن حزب الله بقى فيني طمنوا لم يأتي المحقق على ذكر حزب الله ويتطمنوا أنه لا أنا استماعي ووقوفة منزعة مقاطة أجنبي غريب بيشرفني لأنه كنت عم دافع عن الشهداء والجرح هل سياسة القضاء اللي عم نقول كان يعلم أصبح هو مذنب لا إذا بدكم تتابعوا خطوط سياسة ما اللي كان يعلم كانوا يجب أن تسألوا اليونيفي اللي كان يعلم بوقت الفيتة البخرة ويسألوا الجيش الاثنيني الذي كان يعلم بوقت الفيتة البخرة وكذلك يزعلوا مع الوزير العدل الذي كان يعلم بالألفين واربعطعش ما يجوا يقولوا فلان يعلم بيرح الحصر أصبح هو مذنب ليزعجني أكتر شيء وهون بدي أشكرك أنت شخصياً وأشكر الأوتيفي أنه على قليل ملاحقين الموضوع يعني لو كان في وزير عم بيستجم وعم بيرقص بجزيرة باليونان كانوا بحثوا ميت نصور بس من الناحنة الإعلامية وفي واحد راحة بريس مشان تيشهد ويعطي الحقيقة ويعطي المستمدات اللي عنده لأبراز الحقيقة ما في ذلك الأوتيفي التصليم وبعد مرور ثلاث سنوات على الانفجار مرفأ بيروت يعود بإنتجية أكثر وبفعالية وإرادات أكبر تقرير سنتا يمين بعد الانفجار الكبير الذي هز مرفأ بيروت في أربع آب قبل ثلاث سنوات والمشهد المأساوي الذي خيم على العاصمة وعطل عمل المرفأ الذي يعتبر من المرافق العامة الأساسية والحيوية تمكن مرفأ بيروت من استعادة قدراته التشغيلية وفعالياته بشكل سريع وصولاً إلى رفع الإنتاجية وإرادات الخزينة العامة واليوم بعد ثلاث سنوات من وقوع الانفجار بات مرفأ بيروت يعمل بنسبة 80 إلى 85% كلنا منعرف أنه نحن مشتغل كونتينر تقريباً حوالي 82% من عمل المرفأ المرفأ استعاد عمله من بعد الانفجار واليوم التالت بنسبة 35% من بعد ما صار فيه أساسمت وعملنا فحص على كل الكرينز والموجودين بمحطة الحويات اليوم السابع وصلنا إلى 75% رجعنا وصلنا لمرحلة كنا عناينا بالوضع الاقتصادي متما كنا بنعرف بعدم وجود الفراش دولار بالبلد وصلنا لمرحلة كان المرفأ عم بيكتغل 3 رفعات من 16 رفع اللي هن يروح العمل للمرفأ وكلنا بنعرف العمل من المرفأ هو الشريعان الوريدي للبنان لذا الأمن الغذائي كان مكنا حنوصل لمرحلة إنه يكون بخطر الأمن الصحي مرفأ بيروت بيشتغل بحدود الـ 85% بين الـ 85% من حجم الإرادات والتصدير سوري من حجم الاستيراد والتصدير على لبنان من بعدها رجعنا اتخذنا الإجراءات اللازمة من استفاق جزئي بالدولار للرسوم لطلعنا فيها تدريجيا ولقد قدرنا رفعنا عملنا المناقصة اللي ربحتها في فركات السينامية اللي هي من أهم الشركات العالمية بالشحن هذا الشيء كله أدى تدريجيا لارتفاع الإنتاجية بالمرفأ ويؤكد عيتاني ارتفاع إرادات المرفأ التي تساهم بالمساعدة على تغطية معاشات القطاع العام نبعد شهريا على الخزينة العامة بحدود 10 مليون 11 تسعة 12 يعني حسب الإنتاجية من بعد ما نشيل المصاريف التغليلية أكيد وهذا عم بيساعد الدولة أن تقدر مثل ما تفضل المسؤولين بالحكومة أنه تقدر تغطي عجز ميزانية المعاشات الموظفين الدولي وما إلى ذلك ويتمتع مرفأ بيروت بموقعه الاستراتيجي كصلة وصل بين الشرق والغرب ما يساعده على لعب دور كبير مستقبلا في إعادة أعمار سوريا وخط الترانزيت على العراق وأن يكون جاهزا لكل التغيرات في المنطقة المرفأ بيتميز بهذا الموقع الاستراتيجي اللي بيوصل بين الشرق والغرب نحن جاهزين لطاقة استعابية أكثر فينا اليوم جاهزين في حال إعادة أعمار سوريا في خط الترانزيت على العراق على الدول العربية خط التنمية إذا صار أي تغيرات بالمنطقة لنربط هذه الخطوط المرفأ هو الجهة الأنسب على البحر المتوسط مرفأ بيروت الذي انفجر بفعل إدخال مواد خطرة يقول عيتاني أنه أصدر تعميمين لعدم إدخال مواد مشابهة كما أنه منذ فترة قصيرة تم رفض استقبال باخرة محملة بمواد خطرة قبل حصولها على موافقة مسبقة بإخراجها بالنهار نفسه منعنا المواد الخطرة تخزن بالمرفأ وبحسب المهل المفروض تخزن فيها حتى بالقوانين الدولية والمعايير الدولية عملنا أول تعميم ورجعنا شددنا عليه بتاني تعميم ونعرف من فترة طويلة من فترة سوري مش تتير طويلة كان في بخرة ورفضت أنا أنه نستقبلها وكل المعنيين كمانا تفهموا الموضوع ومن كم يوم كمانا صار نفس الموضوع أنه في مواد على بخرة رفضنا ندخلها على المرفأ لجيبوا الموافقة المسبقة لإخراجها بنفس النهار إذن مشهد الدمار في المرفأ تبدل إلى مشهد أكثر إنتاجية وفعالية وهذا ما عكسته الصورة التي نشرها وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عشية الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ افتتاح المبنى الجديد لمستشوى بيروت الحكومي الجامعي بحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في رسل أبيض وتأكيد على دور القطاع الطبي في وقت الأزمات لقد مر هذا المستشفى كما يمر هذا الوطن بأزمات قاسية لكنه نهض من جديد بهمة العاملين فيه ودعم ومساندة الشركاء والأصدقاء ونحن هنا نتقدم بالشكر والتقدير وخاصة لشركائنا الدوليين على دعمهم لنا في وقت الضيق ولعل هذا الدعم الذي حصل عليه لبنان هو أيضا اعتراف دولي بما قدمه وما زال يقدمه من احتضان إنساني للنازحين إليه في السنوات والعقود الماضية بالرغم من ما شكله ويشكله ذلك من عبء كبير استهلك ويستهلك الكثير من المقدرات في وقت شحك فيه الموارد ولذلك ولضمان الأمن الصحي لكل الأطياف في لبنان نحن اليوم ندعو الجميع محليا ودوليا إلى البناء على ما تحقق هنا والتعاون مع وزارة الصحة العامة في إعادة بناء نظام صحي أكثر صلابة وقوة إنما يرمز إليه اجتماعنا اليوم وإعادة افتتاح أقسام هذا المستشفى في هذا اليوم وفي هذا المكان هو تصميم هذا الشعب العظيم على عدم الاستسلام النشى مستمرة ولكن بعد الفاصل من الأوتيفين تابع النشى جهة غير مدنية تتخطى مرجعيتها الوزرية مرة جديدة في أسرار اليوم بتواصل جهة غير مدنية تخطى الجهة الوزرية التي ترتبط فيها وقد سجلت بالساعات الأخيرة خطوة إضافية على هذا المسار بغطاء من نجيب نيقاتك كشفت أوصات معنية أن مرشحاً رئاسياً بارزاً يمضي غالبية وقته بالرحلات السياحية خارج البنان بعد ما أوكل أمره إلى أوصياء السياسيين بحسب أوصات أعلامية يثبت سامير جعجع يوماً بعد يوم أنه بيت أسير شعاراته الجيم دي وآخر مظاهرة ما صدر عنه بعيد الجيش وذكر الرادع من آن قرار حكومي جديد يستهدف اللبنانيين تعريفة الاتصالات والإنترنت تضاعفت سبع مرات فكيف ستصبح ابتداء من شهر أيلول ماريا يمين والتفاصيل ابتداء من شهر أيلول فاتورة جديدة للاتصالات بعد ما قررت حكومة تصريف الأعمال زيادة التعريف سبعة أضعاف لبتشمل رسوم الخطوط الثابتة كلفة المكالمات أسعار باقات الإنترنت لمشتركي أوجيرو هذه الزيادة رح تدفع بالليرة اللبنانية واستنيداً لإلع فاتورة البيت السكني رح تبلغ بحد الأدنى 620 ألف ليرة لبنانية بتشمل رسم الاشتراك الشهري للخط الثابت ورسم الاشتراك بأصغر باقة إنترنت فبعد ما كان 60 ألف ليرة عد الرسم الاشتراك الشهري لو يصير 200 ألف ليرة وتحتسب المكالمات الهتفية المحلية الحاصلة حصراً على الشبك الهتفية الثابتة من ضمن الاشتراك الشهري بحد أقصى ألف دقيقة أما بالنسبة لخدمة الإنترنت فصار الاشتراك بخدمة الاستهلاك الشهري أي البقات المحدودة بالحد الأدنى 420 ألف ليرة بدلاً من 60 ألف ليرة سابقاً على أن يرتفع الرسم كلما زادت السرعة واسعات الاستهلاك لا يوصل ل 6 مليون و300 ألف ليرة بالحد الأقصى ويحتسب بدل الاستهلاك الإضافة لشرائح السرعات غير الثابتة على أساس 25 ألف ليرة لبنانية لكل جيجا بايت إضافية أو كسرة على أن يعطى المشترك بخدمة الاستهلاك الشهري إمكانية تغفيد السرعة الأساسية بناءاً للسياسة الصادرة عن الإدارة أو إمكانية تجميد الاشتراك موقعاً لغاية أول الشهر التالي حيث تتم إعادة تفعيله طلقائياً هذا ويمكن للمشترك شراء لمرة واحدة خلال الشهر كمية إضافية من السعات التي لا تدور إلى الشهر التالي وفيما يخص بيئات الإنترنت المفتوحة أو الأنليمتد فبتراوح الاشتراك بين 1.250.000 ليرة بدلاً من 180.000 ليرة للبيئة الأصغر و2.250.000 ليرة بدلاً من 325.000 ليرة للبيئة الأكبر وإذا كانت البيئة المفتوحة مقرونة بسرعة ثابتة فممكن يوصل الاشتراك ل7 مليون ليرة مع الإشارة إلى أن خدمات الأنليمتد بتخضع باستثناء السرعات الثابتة لسياسة الاستعمال العادل ويعطى المشترك إمكانية إعادة رفع السرعة عن طريق شراء كمية استهلاك إضافية مرة واحدة حتى انتهاء الشهر ولا تدور هذه السعات زيادة التعرفي طالت أيضاً رسوم الوضع بالخدمة الخدمات الإضافية وإلغاء الخدمات ومن المتوقع أن ترفع شركات التوزيع بدورة اشتراكاتها والزيادة أخذت بعين الاعتبار لكلفة تشغيلية للقطاع وكلفة تحسين الخدمة بحسب ما أكد وزير الاتصالات للأو تي في لا يبقى عملياً تحسين الخدمة رهن أرقام الموزن العامة وفي مقابل النهج الحكومي مشهد سياحي تقدمي معرض سامر أفلاف يزيد مدينة البترون نبضاً وحياةً أمندو إيفانتس من بيروت للبترون بعد نجاح معرض لكجوريا بالنسختين الأولى والثانية معرض جديد نظمته الشركة تحت اسم سامر أفلاف برعاية وزارة الاقتصاد كل مدة من نص المعارض وكل مرة بيكون بموسم معين هلأ عامينه بالبترون لأنه صيفية وسمعيني سامر أفلاف لأنه هلأ كل شي في السواح بتعرب الصيفية بيجوا كثير مختربين وكثير لبناني عايشين بره بدون نشوفوا شو فيه ابتكاراتهم بلبنان بقى هيدا المعرض بيضم كل شي فيه مجوعرات في أرتز في تيب فاشن والحلو بهايدا المعرض أنه الأسعار كثير مدروسة نجاح المعارض السابقة عم يشجع عارضين جديد للمشاركة وكل واحد منهم عبر عن فنه بطريقته الخاصة إن كان عبر أفخر وأجمل المجوهرات الحرة في المون اللبنانية اللوحات الفنية وآخر صيحات الموضة بما أنه البترون والعاني بالليل وبنهار أنا حبيت أخذ ساوية شوي سعافية وفنية وحط شغلة وخلي البترون طولع أكتر كمانا بشغلة تصير حلو هذا الشيء أنا اليوم أول مرة بعرض منتجاتي فكرة بنتي لأنه برأيها كل إمرأة نجمة بكوز أفري وومن إز ستار هي فنانة أو ببيتها أو بعملها أو كأم كل إمرأة نجمة هالنجمة هاي تعطينا شوية قوة شوية يمكن سقب النفس أكتر ورغم سودوية المشهد السياسي والاقتصادي هالمعرض عم بساهم بإظهار صورة لبنان الحقيقية لبنان الحياة لبنان الإيجابية لبنان الإبداع خصوصا أنه كل المعرضات صنعت في لبنان برافو عليهم عم بيشجعوا عم بيشجعوا المبدعين عم بيشجعوا الناس اللي عم تنتج بهيدا البلد اللي عم بيحاولوا ينسوا كل الدمار والخراب والانهيار عم بقولوا لا نحن بدنا نعمر وبدنا نثابر وبدنا نقول أنه بقرأ لنا مش بس اليوم الحدث بحد ذاته هو فعل حياة وفعل إيمان وبالرغم من مصيبتنا بها النهار بذكرى هالنهار هاي تجديد للإيمان بلبنان وتجديد للحياة بلبنان البترون كل عمرة من أول ما بلشت تطلع طلعتها أثبتت إدياش هي قادرة تكون مثال لها الحياة هاي ده Summer of Love exhibition فكرة كتير حلوة أول شي بتجمع كل العالم اللي عندهم passion لشغلون يجوا ويشاركوا بهيدا المعرض ويلتقوا بناس من كل لبنان حتى مع المختربين بيتعرفوا عليهم ويشوفوهم وجه لوجه الفن بعضه موزود بلبنان نحن شعب منحب الفن يلي عم بيرسم يلي عم بيعمل ديزاين لتيب يلي عم بيعمل ساكت إذا بتجوا لهون وبتشوفوا الأجواء قديش حلوة ولبنان يلي ما بيموت المعرض مستمر للأحد ستة أب بدار المنا بالبترون من الساعة 5 بعد الظهر للـ 11 ليلا ما تفوتوا زيارته إن كان للتسليق أو التسوق فاصل قصير نعود بعده لمتابعة النشرة نتابع النشرة مع الأخبار الإقليمية والدولية وفي الملف الأوكراني أفدت وكالة الأنباء السعودية واس بأن السعودية تستضيف اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة يوم غد السبت وأوضحت الوكالة أن استضافة هذا الاجتماع تأتي استمرارا للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها ولي العهد السعودي والاتصالات التي أرجاها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة مبديا استعداد المملكة للقيام بما سعيها للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم وأكدت واس أن الحكومة السعودية تتطلع إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الأراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة بحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الديبلوماسية والسياسية إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية يدمرت وأحبطت عمل 13 مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة أهداف في القرم حيث تم تدمير 10 مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية بالإضافة إلى إنزال ثلاث مسيرات أخرى بالأسلحة الإلكترونية مؤكدة أحباط هجوم كياذ من دون وقاع أي إصابات أو أضرار وأوضحت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك البحرية ليلا بزورقين مسيرين حيث تم التصدي لهما وتدميرهما بنيران السفن الروسية التي تحرس القاعدة وبالموازات أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها لم يعثر على أي ألغام على أسطح مباني المفاعلين الثالث والرابع وقاعات التوربينات في محطة زابوريتشيا الكهر الذرية يأتي هذا الإعلان ليقابل ما سبق وأعلنه الرئيس الأوكراني فولودي ميرزيلينسكي أن روسيا تحضر لهجوم إرهابي على المحطة أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط تجارية تمر عبر الخليج في إطار جهودها لردع إيران عن احتجاز السفن وأكد المسؤول الأمريكي الذي طلب حجب هويته لوكالة فرانس براس وجود جهود لنشر حراسة أمنية مكونة من عناصر منموشات البحرية على متن ناقلات تجارية تمر من مضيق هرموز وبالقرب منه لتشكل طبقة دفاعية إضافية مشددا على ضرورة تلقي طلب لفعل ذلك لأن السفن خاصة وردا على سؤال عن وجود مخاوف من أن يؤدي نشر العسكريين إلى مواجهة بين القوات الأمريكية والإيرانية اعتبر المسؤول الأمريكي أن الأمر يعتمد على طهران في تركيا أعلنت أجهزة مكافحة الإرهاب التركية اعتقال 17 شخصا في عملية أمنية متزامنة في أربع مناطق في مدينة اسطنبول بتهمة انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي هذا في وقت حيادت الاستخبارات التركية مسؤول نقل الأسلحة والذخائر في تنظيم حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار العراقية على ما أعلنت قناة روسيا اليوم أشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن فرنسا ترحل بشكل ممنهج المهاجرين عبر الحدود مع إيطاليا وتستخدم ضدهم العنف والمعاملة المهينة وغير الإنسانية وقالت المنظمة أن الوصول إلى الخدمات الأساسية محدود للغاية بالنسبة للذين أعيدوا من الحدود الفرنسية بسبب إغلاق إيطاليا مركز استقبال الطوارئ الوحيد في المنطقة أطباء بلا حدود أضافت أن المهاجرين يجبرون على النوم في الشوارع أو في المباني المهجورة أو تحت الجسر بالإضافة إلى تعرضهم للخطر والمخاطر الصحية من دون أن تتاح لهم إمكانية استخدام المرافق الصحية أو المياه النظيفة أو المأوى المناسب والآن إلى صفحة الأحوال الجوية مع نيرمين مساء الخير طاق الصيفي عم بيسيطر على أجوائنا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الويك أند إذن جونا لبكرة قليل الغيوم وكيف رح تسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية نبدأ من الشمال وعكر عم بتسجل 33 درجة ترابلوس 33 العاصمة بيروت 32 درجة وصور 31 ننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 36 اللي قلوق 27 الزحلة 33 ورجزين 30 درجة نسبة رطوبة ساحلة متوصل لـ 80% الرياح السطحية بتتراوح سرعة بين العشرة والـ 35 كم بالساعة أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج إذن شو الأجهال بانتظارنا للأيام القادمة لسا بتولاحة جونة قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتشكل للضباب على المرتفعات أما الحرارة ساحلة فبتسجل أقصها 33 درجة للـ 2 و 3 جونة بتابع الصيف في قليل الغيوم ودرجات الحرارة بتسجل 32 للـ 2 و 31 درجة لنهار الثالي وصلنا إلى ختم صفحة الأحوال الجوية للليلة لأوناك اليوم بزيت الوقت لآخر أخبار التقص في لبنان تصبحوا على خير ختم النشأ موعدنا الإخبارية تجدد غدا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر